اشتركوا في القناة حجم الدين الكلي يشكل ثمانين بالمئة إلى تسعين بالمئة من الناتج الوطني والبالغ من الديون الخارجية مئة وستين تريون دينار أي ما يعاد المئة وأربعة وثلاثين مليار دولار وأربعمائة مليون دولار كما أكد أن برنامج الإصلاح بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب الوضع الاقتصادي وأضاف علوي أن الحكومة الحالية تعاني من شحة في الأموال اضطرتها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوّة عليه وأشار إلى أن الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية موضحا أن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة ثلاث سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية أظهرت الموازنة الجارية والاستثمارية للمحافظات إلى غاية شهر أذار للعام 2020 صادر عن وزارة المالية تباينا في التخصيصات المالية واجأ في الموازنة التكميلية للشهرين الأخيرين رصد ست وستين مليار دينار للمحافظات الثلاثة المنكوبة والمحررة من قبضة داعش فقد تم رصد ثلاثين مليار دينار لمحافظة نينوى وخمس وعشرين مليار دينار لمحافظة الأنبار واحد عشر مليار دينار لمحافظة صلاح الدين فيما تم رصد مائتين وعشرين مليار دينار لمحافظة بابل ومئة وواحد مليار دينار لمحافظة ميسان فيما تم تخصيص أكثر من تريليون دينار لمجلس الوزراء أي ما يفوق ثلاثين مرة ضعف موازنة نينوى انتقد نائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري الآلية التي تم من خلالها قبول طلبة الكلية العسكرية دورة مائة وأحد عشر وقال جبوري في تغريدة على تويتر السيد القائد العام مصطفى الكاظمي لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية دورة مائة وأحد عشر وعددهم مائتين وخمسين لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها البصرة صفر الأنبار صفر أديالة ثلاث وعشرين القادسي خمسة عشر بابل سبع وعشرين ذقار خمسة عشر نينوى وسبع وأضاف في حين اللجنة التزمت بتثبيت المذهب لطلاب نطلب فتح تحقيق قرر مجلس القضاء الأعلى إعادة الدوام الرسمي بالكامل لكافة موظفيه إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا في أذار الماضي وقال رئيس المجلس القاضي فائق زيدان في كتاب رسمي موجه إلى كل من رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الاتحاد العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسة محاكم الاستئناف الاتحادية كافة إنه إلحاقا بكتابنا المرقم خمسمائة وعشرين مكتب الفين وعشرين المؤرخ في واحد من الشهر التاسع الفين وعشرين وبالنظر إلى الحاجة المسى لدوام كافة منتسبي مجلس القضاء الأعلى تقرر إعادة الدوام الرسمي إلى ما كان عليه قبل جائحة كورونا واعتبارا من ثلاثة عشر من الشهر التاسع الفين وعشرين أعلنت هيئة النزاه الاتحادية عن قيامها بضبط مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لوجود نقص كبير في كميات مدى زيت الغاز الجزوال في المحطة وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن ملكتها من مديرية تحقيق نينوى قامت بضبط المتهم مدير محطة كهرباء الموصل الغازية لوجود نقص بكمية زيت الغاز في المحطة بلغ خمسمائة ألف لتر فضلا عن امتناع المتهم عن تنفيذ القرار التمييزي أصادر عن محكمة جنايات نينوى بخصوص تزويد مديرية تحقيق نينوى بأولويات وأسعار مادة زيت الغاز أكد مدير مرور نينوى العميد الحقوقي سامي الزيباري أن جميع أقسام وشعب دائرة مستمرة في عملها مع تقديم التسهيلات للمراجعين خلال إنجاز معاملاتهم الخاصة بتسجيل سيارات المانيفست وتجديد لوحاتها وصرف السنويات لها وأضاف أنه يجري منح إجازات السوق وتجديدها فضلا عن تجديد سنويات السيارات المنتهية صلاحيتها وأوضح أن مراجعة دائرة تتبع عبر الحجز الإلكتروني للموعد وفقا للإجراءات المتبعة للوقاية الانتشار فيروس كورونا لفتان إلى استثناء المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وحذر مدير المرور من مخالفة تعليمات المرور وقيادة العجلات دون إجازات سوق أو استخدام الزجاج المظلم التقط كاميرا الموصلية بأول العائدين إلى خان حمو القدو في الموصل القديمة بشار أبو حيدر الذي أشار إلى عودته إلى الخان بعد تأهله والمباشرة بالعمل فيه حيث يقوم أبو حيدر بتصنيع وبينع المكانس والمناخر مناشدان أقرنه من أصحاب المحلات الأخرى بالعودة إلى الخان والمباشرة بأعمالهم لإعادة الحياة إلى الخان كسابق عهدها ودعمه وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة كما طلب أبو حيدر الحكومة والجهات المعنية بتكثيف الجهود الخدمية والأعمارية في المنطقة دعيا أصحاب الأملاك بتقليل الإجارات لتشجيع أصحاب المحلات على العودة أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن ارتفاع حصلة ضحايا الفيضانات إلى مئة وثلاثة قتيل وخمسين جريحة وأوضحت أن 27341 منزلا انهارت بشكل كلي فيما انهار بشكل جزئي 422110 منزل مشيرة إلى تضرر 179 مرفقا و359 متجرا ومخزنا ويعيش السودان منذ أيام على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى أعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر كما قرر المجلس اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية وشكل لجنة عليا لدرء ومعالجة أثار السيول والفيضانات فرأ ألف المهاجرين من حرائق اندلعت في مخيم مكتظ بلاجئين ويخضع لإجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا على جزيرة ليسبوسا اليونانية وقال مسؤول أطفاء أن الحريق اندلع في مخيم موريا المكتظ بلاجئين بعد منتصف الليل بقليل وتحول المخيم في معظمه إلى حويات وخيام محترقة ولا توجد أنباء عن سقوط ضحايا ولم يتضح سبب الحريق حتى الآن وتتحرى السلطات إن كان متعمدا وتشير التقارير الأولية إلى أن حرائق اندلعت في مواقع متفرقة من المخيم مترامي الأطراف بعدما حاولت السلطات عزل عدد الأفراد بعد ثبوت إصابتهم بمراض كورونا نددت روسيا بحملة تضليل تهدف إلى فرض عقوبات جديدة عليها وذلك بعدما دعت القوى الكبرى في مجموعة السبع إلى إحالة منفذي عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافانلي إلى القضاء بشكل عاجل وقالت الخارجية الروسية في بيان أن حملة تضليل واسعة النطاق الجري هي الدليل الواضح على أن الذين يقفون وراءها لا تهمهم صحة نافانلي وإنما يسعون إلى التعبئة من أجل فرض عقوبات وكان وزراء خارجية كل من ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا أعلنوا أمس ثلثاء في بيان أنهم متحدون في التنديد بأشد العبارات الممكنة بالتسميم المؤكد لأليكسي نافانلي نهاية الموجز شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة